عشان كده أنا أقول لكم خمس قواعد مهمة جداً جداً في مسألة إيه؟ في مسألة الترجمة بين الرجل والست أول قاعدة بتقول إيه؟ أول قاعدة بتقول قبل ما تفهم الست افهم إن هي بتطلب الأمان قبل ما تكلم الست فهي بتطلب الأمان حتى لو سألتك أنت تغديت برة؟ خلي بالك لما بتسألك أنت تغديت برة ده مش هقولك فخ بس أنت لازم تفهم صح أنت تغديت برة معناها أن هي بتقول لك ببساطة خالص أنت كنت حريس تأكل معايا ولا لأ فتخلي بالك لما تيجي تجاوب ما تجاوبش بسرعة كده لازم تجاوب تقول لها إيه؟ يا حبيبتي أنا كلت لقمتين بس أنا ما بقدرش أكل من غيرك وحتى لو أتاكل معا شيء من المجاملة شوف حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي يسأل السيدة عائشة هل عندكم من طعام؟ يقولون لا فيقول إذن إني صائم فيخلي السيدة عائشة تحس إن هي في أمان إن هي مش بس مش ما فيش أكل لا ده كمان هي كانت عاولا له على الطاعة أمان شوف حضرة النبي والسيدة عائشة بتحكي حكايات الزوجات مع أزواجهم ويوصل لحديث أم زرع ويوصل للكلام عن أم زرع مع أبي زرع وهو ده النموذج اللطيف اللي فيه السيد تحسد بالأمان فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لكي كأم زرع كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقكي شوف الأمان كل كلمة لازم تحط قبلها أمان حتى السيدة عائشة لما تنفعل وتكسر صفحة السيدة حفصة فتقول إيه فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غارت أمكم فيديها مكانتها فتحس بالأمان تحس إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مش هيعنفها ومش هيزعق لها هي بأول قاعدة في ترجمة لغات لغة السيدات قبل ما تعمل أي حاجة قبل ما تفهم قبل ما تتكلم قبل ما حتى ما تبص حط الأمان شوف اللي أنت هتقوله شوف التصرف اللي أنت هتعمله هيوصل للأمان ولا لا حاجة تانية قبل ما تتكلمي قبل ما تتصرفي شوف التصرف بتاعك ده هيخلي زوجك يحس إنه هو رجلك وأمانك وبطلك ولا لا في مشكلة مشهورة جدا جدا في أول الجواز إيه المشكلة مشهورة؟ مشكلة الست إن أبوها مالي حياتها ده اللععة وده الليلها فبتبقى أول مشكلة بتوصل عند الست في أول الجواز مشكلة الصراع على البطولة ما بين الأب اللي هو ما دخلش في الصراع ده بس بينتوا مخليها إيه؟ مخليها بطلها فالزوج كل ما تتكلم الست هي مش واخدة بالها كل ما تتكلم الست تتكلم عن أبوها ودلع أبوها وإزاي يوقف جنبها والزوج بيحصل له إيه؟ بيحس إنه مش بطلة طب أنا إزاي أحميها؟ إزاي لما أنا عامل حاجة هتحس بيها؟ تبقى لقاعدة الأولى أنتو بتتكلمي أنتو بتتصرفي حسسي زوجك إنه هو بطلك وإنت بتتكلم وإنت بتتصرف حسس زوجتك إنه هي في أمان وأكتر حاجة تحسس الست إنه هي في أمان إنه هي الأميرة اللي مفيش زيها اللي هي محدش بيقارن بيها دايماً لازم تعمل كده القاعدة التانية اوعى تفهم زوجتك اوعى تفهم زوجك بإنه زي كل الرجالة وإنه زي زي كل الستات لو حصل ده مش هتعرف تفهم زوجتك دايماً زوجتك حريصة على إنه هي تظهر لك وتكلمك إنه هي مش زي كل الستات ودايماً زوجك يقولك إنه هو راجل متميز ومختلف لو إنتو تعملتوا مع بعض بمبدأ إيه يعني ما إنت زي كل الستات لما تتوجعي مش محتاجة إن أنا أحتضنك أو محتاجة إن أنا تطب عليك ما كل الستات بتتوجع من شغل البيت فأنا في الحقيقة كل الستات بتتعب فأنا مش هقدر أعبر لك عن أي حاجة فيها امتنان كل اللي الجالة بيروحوا الشغل وبييجوا وبيتعبوا فإن اللي حاصل فأنا إيه اللي إنت عايزه يعني عايزها يسقف لك يعني يسقف لك على إيه ما أنت بتشتغل يا جماعة بس الكلمة الطيبة وصدقة أيوة حسسي إنه هو بيعمل شيء مختلف حسسي إنه هو مش مكنة مش مكنة إيتي إم حسسي إنه هو شخص بزل شيء لهذا البيت سيدنا سبيان الساوي بيقول أهليك بجهاد الأبطال الكسب الحلال والسعي على العيال حسسي إنه هو بطل لأنه هو يستحق إن ده حسسها إنه أميرة لأنه تستحق ده وما أنتوا تجوزتوا بعض اللي مش إنكم أنتوا تنين مميزين فكل واحد لازم يميز التاني الحاجة التانية كمان اللي تسهل الترجمة قبل المدخل فيه أنت بتتكلم لما تيجي يتكلم زوجتك لازم تقول لها لقب جميل تقول لها يا أمرتي يا حبيبتي يا نور عيني لما تكلمها في أول الكلام بدا هي تحس بإن هي الكلام مش محتاج صراع إحنا ثلاثة عندنا متلاثة مشاكل في الجواز دلوقتي إن الجواز تحول إلى بيزنس الجواز تحول إلى تجربة الجواز تحول إلى صراع لما تقول لها الكلام ده تهدى وإنت كمان لما تيجي تكلمي زوجك لما تيجي تقول له أنا عايزة أسمعك أنا عايزة تقول لي رأيك إيه تحسسي إن رأيه مهم ومقدم عندك الكلام ده يحسسه إن هو إيه يحسسه إن هو بطل صاحب قرار الحاجة التالتة في الحوار معاكم إنتوا الاتنين مع الزوج والزوجة اللي يلطف المسائل كتير ودي قاعدة مهمة جدا جدا في الحوار الزواجي إن كل واحد فينا لما ما يفهمش حاجة بلاش مبدأ أنا فهمك اللي إني بحبك ما فيش عيب إن أنت ما تكونش فهمها وإنت بتحبها ما فيش عيب إن أنت ما تكونيش فهمها وإنت بتحبيه فلذلك إنما شفاء العي السؤال زي ما قال حضرة النبي اللي ما عرفش عنه حاجة أسأل وما استغربش أعرف ده من إيه؟ رد الفعل أنا قلت حاجة ومنتظر إن إيه أتبتسم ما ابتسمتش أكيد الكلام ده وتجيه في سلك عريان وألمها ووجعها يبقى أنا لازم أعمل إيه؟ أقول لها معلش يبدو ما فهمتكيش ممكن تقولي لي كان قصدك إيه؟ ما تكسفش المأساة إن إحنا بنتدعي إن إحنا بنفهم بعض عايز أقول لكم حاجة كل المعرفة اللي إحنا عرفناها البعض في فترة الخطوبة ملهاش علاقة بالمعرفة إن إحنا عرفها بعض بعد الزواج إحنا بنكتشف بعض وبنتعرف على بعض وبننضج مع بعض الحاجة كمان المهمة لا في الحوار لا للمقارنات عندما تتكلم تتكلمين مع زوجك لا تقارنيه عندما تتكلم مع زوجتك لا تقارنها هذه تمثل جريمة عند الزوج طب إزاي خليها تتحسن؟ هتتحسن بطرق كتيرة جدا 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 إن إنت تقول لها أنا شايف إن إنت عملت الكلام ده وكان رائع منك آه هي تعمل الكلام ده هتكرر الكلام ده بس إياك ثم إياك ثم إياك اللي إنت تتقارنها بحد حتى لو أتقارنها في لبسها بمن كان في الفاترينا هي نفسها بتنزعج لما تقارنها بأي حد هو كمان بيداق جدا 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 لما تحط مئياس لي أو معيار لي أو ميزال لي حد تاني ستات كتيرة مش فاهم ده أمر المهم والأخير قاعدة الأخيرة بولها للستات إيه هتفتكري إن زوجك وإنت بتكلميه مش محتاج أنتوا بتكلمين إلى أمان هو كمان محتاج لي أمان زي ما أنت محتاج للأمان وكل ما هتأمنيه وإنت بتتكلمي كل ما هو هيعود عليك ده لازم كل واحد فينا يختار الكلام الهادي الكلام اللي ما بيجرحش الكلام اللي ما بيجيش على الوجيعة إحنا كتير من أحيين بنكلم الكلام اللي يجي على الوجيعة مش معنى إن أنا عايز أفهم حد يبقى أفهم المداخل اللي بتجعه عشان يتغير أو بتجعه عشان يحس أو يتأثر الحقيقة إن كل إنسان لما يفهم المدخل الصحيح لزوجه أو يفهم المدخل الصحيح لزوجته بتتفتح عليهم أبواب السعادة رأيي إن فيه مدخل ممكن نستخدمه طول الوقت إيه هو المدخل ده مع الزوج مدخل مهم جدا 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 إيه هو إنه هو غالي وقيمة عالية في حياتك كتري من الكلام ده وإن هي نعمة من ربنا وإن هي ملهاش شبيه على النظير الكلام ده ملوش بالدعوة بالنفاق لكن ليه دعوة بماذا؟ ليه دعوة بحسن الأخلاق ليه دعوة بحسن العشرة أو المعاملة ليه دعوة باتباع سنة رسول الله هو بيكلم عن السيدة عائشة ويقول ويسأله من أحب الناس إليك قال عائشة قال ليس عن هذا نسألك إنما نسألك عن الرجال فقال أبوها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلل زوجاته بل يدلل كل أولاده شوف كان فاهم السيدة فاطمة وفاهم نفسية السيدة فاطمة فلقى بالسيدة فاطمة لنفاهم هد إيه هي عطوفة وشفوقة به فسمها أم أبيها ليه؟ لأنه عارف إنه محتاج إن هي تبقى مش زي حد لأن السيدة فاطمة ما كانسي زي حد عليها السلام يا سادة كل ما الزوج حس الزوجته إنه شخص فريد هي فريدة في قلبه لأنه زوجته لحيدة وهو كمان كل ما حسسته بأنه بطالها كل ما كان ده ترجمة صحيحة كل ما كان ده فن من فنون السعادة الزوجية يا رب وفق الأزواج والزوجات لهذا الفن الرقيق اللي هو في الحقيقة فن من فنون القول الحسن فن من فنون الصدقة فن من فنون الجمال إلا علمهننا سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم اشتركوا في القناة شكرا